مرة تانية مشاهدين الكرام في هذا البث المشترك وإحنا في تاني أيام وآخر أيام الدورة الـ 32 للاتحاد الأفريقي وتولي مصر رئاسة هذه الدورة الحقيقة كان في جلسة ختمية كان في نظر نقول زي ما قلنا كده في الفقرة الأولى كان في إعلان نواية بالنسبة للأفكار المطروحة التي طرحها القادة ونقشوها خلال اليومين الماضيين النهاردة ومبارح فيما يطالقوا أمور كثيرة في القارة الأفريقية كان من بين وأبرز هذه الأمور هي النواحي الاقتصادية يعني القادة الأفرقاء قالوا ضرورة ان اتفاقية التجارة الحرة وشراكة ما بين الدول الأفريقية لازم تدخل حيث التنفيذ واللي ما صدقش عليها لازم برلمانات الدول دي تصدق عليها عشان تدخل حيث التنفيذ من بين الأمور أيضا تعزيز الشراكة ما بين دول القارة أو القارة عموما وشركاء الاقتصاديين الدوليين كمان وده اللي قاله الرئيس سعد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي الحياة فيه كلمة الختمية واللي كانت إعلان نواية بالنسبة للعام الحالي 2019 دعوة الاتحاد الأفريقي والمنظمات الأفريقية لرجال الأعمال والقطاع الخاص الأفريقي إنه يدخل وبقوة من أجل مسندة الدول الأفريقية ومسندة الاتحاد الأفريقي والمنظمات الاقتصاد الأفريقية إنها تقدر إنها تنجز أعمالها كمان ضرورة إن عوائد التنمية لازم إنها تعم على مواطني القارة ويشعروا بها أمور الحقيقة كتير في الملف الاقتصادي اللي هو واحد من أهم الملفات المطروحة على القارة عشان وقف النزوح الداخلي ووقف الهجرة غير الشرعية الحقيقة القارة بتعاني منها في الفترات الماضية هنتكلم بشكل وافي عن الشق الاقتصادي والمحاور والمنظمات الإقليمية الأفريقية اللي بتشغل في هذا الإطار مع واحدة من أبرز الشخصيات الحقيقة على المستوى الأفريقي اللي بتعمل في هذا الإطار بنرحب بالدكتور أماني عصفور نائب رئيس اللجنة الأفريقية للتجارة والاستثمار ورئيس لجنة التجارة بمجلس أعمال الكوميسة دكتور أماني أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك دكتور أماني والحقيقة عايزين نبدأ الأول بالكوميسة طبعا هذا التجمع الإفريقي الكبير المهم خلينا نقول للناس اللي شايفيننا دلوقتي أهمية هذا التجمع هو طبعا هيك عارفين أن الكوميسة اللي هي الكومين ماركت فور إيستر ساوزن أفريكا تجمع الشرق والجنوب الأفريقي هم احنا كنا 19 دولة بقينة دلوقتي 21 دولة وإحنا مقسمينهم خمس مناطق الشمال هي مصر وليبيا والسودان وتجمع إلينا تونس مؤخرا القرن الأفريقي اللي هي جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وانضمت السومال أيضا مؤخرا وبعدين الشرق الأفريقي اللي هي كينيا وغاندا وبرونجي ورواندا والديرسي اللي هي كونغة ديمقراطية والجنوب الأفريقي اللي هي سوازيلان دلوقتي باسماء سواتيني ومالاوي وزنبيا وزنبابوي بعدين قزر المحيط الهندي اللي هي كوموروس وسيشيلز وماتغاسكر وموريشوس الواحد وعشرين دولة دول بيمثلوا 500 مليون دسل يعني نصف القرن الأفريقي يعني تجمع اقتصادي هايل وفيه سوق واعدة جدا والريدي طبق اتفاقية بتاعت التجارة الحرة ما بينه يعني دلوقتي لما بنحب أي مستثمر يحب يجي يعمل مصنع في أي دولة من دول الكوميسة يقدر يصدر دافل دول الكوميسة بدون جمارك تحت مطالة الاتحاد الأفريقي أنا عندي ستة تمن تكتلات اقتصادية اللي هي الكوميسة أكبرهم وبعدين الإيست أفريكا كوميتي اللي هو تجمع الشر الأفريقي وبعدين الجنوب الأفريقي اللي هو الصادق فيه خمسةاشر دولة ثمانية منهم جوة الكوميسة وسبعة بره وبعدين عندي ИКواس اللي هما الغرب الأفريقي وبعدين وسط الأفريقي والسينصاد اللي هو تجمع الساحل والسعراء وتجمع المغاربي التمن تكتلات الاقتصادية دي هي اللي بتمثل اللبنة الحقيقية للتكتلات الاقتصادية تحت مزالة الاتحاد الأفريكي اللي هي منها بتنطلق مبادرة منطقة التجارة الحرة القرية على مستوى القرى الأفريقية طب دكتور أماني يعني ممكن المشاهد الكريم اللي بسمعنا يقول طب ليه إحنا تمن تكتلات طب وفيه تكتلات بدوائر متقاطعة يعني دول مشاركة في السادك جنوب الجنوب الأفريقي ودول مشاركة في الكوميسا ومنها المشاركة في شرق أفريقيا ليه ما يكونش فيه مظلة واحدة هي تكون المنظمة الأم تشمل كل أفريقيا هو ده طبعا عشان كده انطلقت في مدرس اللي فات في رواندا الاتفاقية منطقة التجارة الحرة القادرية واللي يعني يوقع عليها 44 دولة وصادق عليها أكثر من 20 دولة وعلشان تبقى في حيث التنفيذ لازم عندي تناجم في كل القوانين والسياسات المنظمة للحركة الاقتصادية في داخل هذه التكتلات يعني إذا كنا قلنا الكوميسا أنها عملت تناجم في كثير من القوانين بتاعتها الغرب الأفريقي أيضا يعني عنده عملة واحدة دلوقتي الغرب الأفريقي وعنده حرية حركة بالنسبة للأفراد وللبداعة لأنه برضو عشان أقدر أفعل هذه المنطقة التجارة الحرة القرية أنا عندي عوامل كثيرة أولا منها البني معوقات يعني لا عوامل إيجابية عوامل لازم أنا أعملها متطلبات متطلبات عشان أقدر أن أنا أنفسها أول حاجة البنية التحتية عشان كده من ضمن الخطاب الختامي أنه لازم نحن فيه تركيز على البنية التحتية في القرى الأفريقية عشان نستطيع أن تكون تكلفة المنتج بالنسبة للانتقالات تكلفة منخفضة يعني إحنا تحت مزالة للتحاد الأفريقي إذا قلنا أنه عندنا كوريدور بتاع من كايروتو كيب من القاهرة لكيب تاون ومن ليجوس لمنباسا إزاي أن القاترة تمشي مثلا من القاهرة تطلع على السودان تروح على إثيوبيا تنزل على كينيا تنزل على الجنوب لحد ما توصل الجنوب أفريقي أول حاجة دي شبكة الطرق والمواصلات تاني حاجة اللوجيستيك والانتقالات إيه اللوجيستيات إزاي مثلا القاترة دي ما يتغيرش السواق بتاعها ما يتغيرش الحمولة بتاعتها يبقى عندي منطقة موحدة ما بين الجمارك بين البلد والأخرى زي ما تم افتتاح ميناء أركين البري اللي بين مصر والسودان والطريق البري اللي تم يعني إنشاؤه بين مصر والسودان هو ده اللبنة اللي ممكن من خلالها بنمشي الحاد الجنوب الأفريقي أيضا الطاقة عشان أقدر أبعاندي منطق أفريقي قوي لازم أبعاندي طاقة ودي برضو من ضمن الأشياء اللي ركز عليها رئيس عفتاح سيسي في كتابه وفي البنية التحتية لأنه إذا عندي تصنيع وده أيضا تحت مطالة الاتحاد الأفريقي برنامج التصنيع وأيضا في الكلمة الختمية قالك لازم يبقى فيه تصنيع للمواد الخام بالنسبة للقراء الأفريقي فلازم يعني مصانع وده هذي تعتمد على الطاقة يبقى لازم فيه استثمار في الطاقة بالنسبة للقراء الأفريقي طيب إلى أي مدى ممكن نقول دكتور أماني أنه تجمع الكوميسا أفاد الدول الأعضاء فيه يعني أو دول هذا التجمع أنا بتكلم من ناحية الاقتصادية من ناحية التجارة البينية زي مثلا تسهيلات تجارية زي زيرو جمارك زي فرص استثمارية ما بين الدول الأعضاء وبعضها تجمع الكوميسا الواحد والشين دولة هيكفي هيئات كثيرة جدا هيئات دي يعني عندنا بنك للتجارة والتنمية وده بيعمل على تمويل مشروعات اللي داخل دول الكوميسا في موجود أيضا شركة زي مخاطرة الأمان بالنسبة للقطاع الخاص اللي موجود عندنا أيضا مجلس عمال الكوميسا اللي أنا بشرف برئاسته بنعمل فلاكشي بروجرمز يعني ومش بس بنركز على الكتاع الخاص يعني إيه فلاكشي بروجرمز فلاكشي بروجرمز يعني آه يعني برامج يعني يمكن تبقى لها مدة بس معينة لا مش مدة برامج لها أثر تأثير إيجابي على مستوى الكوميسا وبتبقى يعني زي بايلوت بروجيكت تجربة يعني لها أثر إيجابي قوي على على الناحية الأبتصادية من ضمن البرامج اللي احنا عملناها اللي هي أنت حقيقي عارفة إنه كتاع الخاص الأفريكي هو مشروعات صغيرة متوسطة إذا أنا عايزة أمكن الكتاع الخاص الأفريكي فلازم أنا أركز على هذه على المشروعات صغيرة متوسطة فتم تدريب العام الماضي ربعمية وتمانين شركة صغيرة متوسطة لأن المنتج بتاعها ينافس ويقدر أنه يبقى حسب المعايد الدولية والخصائص المطلوبة فمن هذه الربعمية وتمانين دولة وشركة خاصة دلوقتي ممكن أنهما بيصدروا عبر الحدود وأيضا بيمولوا للشركات الكبرى العملاقة اللي موجودة في القرى الأفريكي عشان إحنا لما عملنا الاتفاقية مع الشركات الكبرى قلنا لهم لازم عشان هما يشتغلوا في القرى الأفريكية يقدروا أنهما ياخدوا من الشركات الصغيرة المتوسطة الأفريقية فطلبوا أنه لازم أنها تبقى تبع المعايير الدولية فلما تم بناء قدرات القطاع الخاص وتم تدريبه أصبح الآن هذه الشركات بتنمو وبتساهم في التدمير الإقصادية والتصنيع داخل دول الكوميسر حياتي دكتور أماني ده يشجعني أسأل حريك سؤال بما أن النهاردة في البيانات الختامية وفي البيانات الختامية تم التأكيد على ضرورة تعزيز فرصة القطاع الخاص الأفريقي ورجال الأعمال الأفريقية أنهم يشتغلوا ولكن القوانين في الدول الأفريقية بشوحدة خصوصا في الشرق الاقتصادي في تحديات لرجال الأعمال إلى أي مدى ممكن السنة دي يتم إدراك ده على أجندة الاتحاد من خلال طبعا حضراتكم في اللجنة الأفريقية للتجارة والاستثمار لتسديل العقبات بالنسبة له هؤلاء رجال الأعمال والمستدرين الأفرقى وكذلك بالنسبة له التعدادات التشتير الإقتصادية الخاصة ببعض الدول هو ده يعني الدول المنوج بلجنة التجارة والاستثمار اللي هي مبادرة من مفاوضات الاتحاد الأفريقي مفاوضات الاقتصادية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيران وهذه اللجنة الأفريقية للتجارة والاستثمار معنية أولا بالتوعية بيه هي منطقة التجارة الحرة القرية ثانيا بتفعيل هذه المنطقة من خلال بناء قدرات الكتعة الخاص من خلال التسويق لفكرة مباشرة العمل الحرة لدى الشباب لدى المرأة وأيضا من خلال الادفوكسي اللي هو يعني تنبيه الرأي العام والسياسات الداعمة للكتعة الخاص يعني من ضمن السياسات مثلا اللي احنا اشتغلنا عليها في مجلس عمالي الكوميسا انه طالب رؤساء الدول والحكومات انه يبقى فيه نسبة معينة من كل المناقصات والمشترات الحكومية تروح لمشروعات صغيرة متوسطة التي تشمل مرأة والشباب بالافريقية لانه كل المناقصات بتروح للشركات الكبرى العملاقة اللي هي غير افريقية وفعلا تم تنفيذ هذا في كينيا 30% دلوقتي من كل المناقصات والمشترات الحكومية في كينيا بتذهب لمشروعات الصغيرة المتوسطة المحلية والتي تشمل مرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة فحيك لما تعمل تشريع معين بالنسبة لمشروعات صغيرة متوسطة قوة فهي بتساهم في التنمية الاقتصادية بالنسبة لكبار رجال الأعمال أنا عايزة أقول لحضرين والعندهم استثمارات كبيرة في القارة كنا نتكلم مع أحد المستثمارين الزراعيين في أفريقيا واحد شخصية كبيرة ومرموقة في أفريقيا ولكن بيقول أنا عندي مشكلة عندي تكنولوجيا عندي الأرض لكن عندي مشاكل في اللوجستيات عندي مشاكل في تشريعات الاقتصادية في بعض الدول الأفريقية اللي نشغل فيها مجلس عمال الكوميستا معني بهذا يعني زيين بقول لحضرين إذا احنا مثلاً اتكلمنا على اللوجستيكس بالنسبة للرجال الأعمال فاحنا بنطالب بحرية الحركة مثلاً بالنسبة لرجال الأعمال عاملين مجموعة عمل بالنسبة لللوجستيات والترانسبورت والنقل عشان نشوف ايه التحديات اللي موجودة بالنسبة لللوجستيات والنقل في دول الكوميستا عشان نقدر ان احنا نزلل هذه العقبات أي اقتراحات بتأتي إلينا من رجال الأعمال والسياسات مثلاً إذا قلنا في قطاع الاستثمار في التكنولوجيا وفي الكميونيكيشن وفي الاتصالات وده من الأمور المهمة دلوقتي يعني من الأمور اللي بيتبنها الاتحاد الافريقي والتحول الرقمي والتكنولوجيا دورة صناعية الرابعة كلها وعلشان كده في استثمار قوي جداً في التكنولوجيا والتكنولوجيا والاتصالات عملنا مجموعة عمل المعلومات والاتصالات ومن ضمن الطلب من مجموعة العمل دي انه يبقى فيه قوانين خاصة تنظم هذه القطاع بتاع التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات لأنه لحد الوقت مشكله فيه القوانين بتدعمه وأيضاً مثلاً حاجة زي الشمول المالي الشمول المالي بالنسبة لأنه إحنا يبقى عندي بالموبايل أقدر أنه تاجر من بلد لبلد يقدر بالموبايل يقدر يعمل ترانزاكشن ما بين البلد من تحويل من بلد لبلد آخر عملنا مثلاً ديالوج حوار ما بين كل البنوك المركزية الموجودة في القارة الأفريقية ما بين شركات التلي كومينيكيشن شركات الاتصالات الموجودة أيضاً في دول الكوميسا ما بين الكتاع الخاص شان يتم القانون الهيكالي لتنظيم هذه المعاملات مع الشركات التلي كومينيكيشن والبنوك المركزية إمتى ممكن يتم اعتماد هذه القوانين وهذه الاتفاقيات والبرامج الحركة تتكلمي عنها لأنه إذا كنا منتكلم يا دكتور أماني عن تنمية في إفريقيا وإذا كنا منتكلم عن استثمار وإذا كنا منتكلم عن تحفيز للشركات الخاصة إن هي تيجي وتستثمر في إفريقيا إحنا محتاجين فعلاً أن هذه العقبات يتم الوصول لحل لها يعني حطين مثلاً مدى زمني للوصول لهذه الاتفاقيات والقوانين كمان هو هيك لكل قطاع فيه له قوانين والاتفاقيات حسب ما بنعمل دايماً حاجة اسمها position paper يعني ورقة إيه القوانين اللي فيها تحديات بالنسبة للقطاع الخاص في القطاعات المعينة وعلى أساس هذه البحث اللي بنعمله في على مستوى دول الكوميسة بيتم مشاورة مع الرجال للقطاع الخاص وبعد كده بنقدر أن احنا نقول للرؤساء الدول للحكومات هذه هي التشعات اللازمة بالنسبة لهذا القطاع وبالنسبة لدعم السياسات الداعيمة بالنسبة للقطاع الخاص بصراحة دكتور أماني ماذا الاستجابة بتبقى الزيابة؟ عايزة أقول لحضرتك زعماء الأفارقة لما بتديهم استاتيستيكس وإحسائيات وبتقول لهم إيه اللي مطلوب من أجل التنمية الاقتصادية يعني بيستجيبوا بس لازم يبقى هناك معرفة بإيه التحديات الموجودة وإيه العائد اللي ممكن يحدث عند سن هذه التشريعات اللازمة لبناء قدرات القطاع الخاص ويمكن ده أيضا من ضمن الدور اللي إن شاء الله تقوم بيه اللجنة الأفريقية للتجارة والاستثمار لأنه لما تعمل معرض التجارة الأفريقية في القاهرة في ديسمبر اللي فات يعني لقينا أنه فيه متطلبات كثيرة جدا جدا بالنسبة لنقل المواد بين دولة وأخرى أيضا لقينا أنه لازم يبقى هناك مراكز بحسية تقدر تبحث إيه التكنولوجيا اللي موجودة عشان يتم إضافة القيمة لكل المواد الطبيعية اللي موجودة في القاهرة الأفريقية إحنا عندنا مؤارد طبيعية كثيرة جدا ولكن حتى يتم التصنيع عايزين نقل تكنولوجيا عايزين يبقى عندنا السياسات اللي بتحفز والإنسانتفز والحوافز اللي ممكن القطاع الخاص يقدر إن هو ياخده عشان يقدر يستثمر في هذه المجالات لقينا مثلا إنه الجمارك بين بلد وبلدي لازم إنها تتشل خالص عشان كده من التوحيد الضريبي يعني المستثمر ممكن في مصر بيدفع ضرائب مثلا كعلى المنتج أو المصنع اللي هو شغال فيه لما بيروح يودي السلعة دي في غانا مثلا فهيدفع ضرائب تانية طب اتفاقيات الازدواج الضريبي يعني هل وصلنا فيها الإطار؟ عايز أقول حقيقة مش بس كده إحنا كان فيه على هامش القمة جلسة حوارية على صناعة الأزياء في القرى الأفريقية وكان فيه تحديات بيقولوا إنهما ممكن يجيبوا الأقمشة من بلد عشان تخلش بلد تانية يبقى عليها جمرك بعد لما تبقى زي ويتم تفصيله عشان يعملوا من بلد لبلد أخرى يتم أيضا عليه ضريبة كل هذه الأشياء هي البحث اللي احنا بنقدر نعمله عشان نشوف في كل القطاع ايه التحديات اللي موجودة فيه وبالتالي نقدر نحط على مائدة الزعماء والبرلمانات السياسات اللي مطلوبة بالنسبة لبناء كترات القطاع الخاص وبالنسبة لتزليل كل العقبات اللي موجودة عشان نقدر نفس وانتهات التجارة الحرة القرية تمام أنا عايزة نروح نرجع وراء شوية دكتور أماني نرجع لعام 2015 سنة 2015 في مصر تم عقد القمة الثلاثية بين تجمعات الكوميسة والسادك وشرق إفريقيا والحقيقة أنه في هذه القمة تم الاتفاق فعلا على اتفاقية التجارة الحرة اللي سيادتك ذكرتها من شوية واللي احنا يعني في انتظار بعض التصديقات البسيطة المتبقية حتى تدخل حيز التنفيذ يعني شكل القارة أوليلي من الناحية الاقتصادية الاستثمارية التجارية هيبقى عامل ازاي وامتى نبتدي نحس بالفرق بعد ما ندخل حيز التنفيذ بقدية هو طبعا بعد ما تخش حيز التنفيذ حدريك هتبقى أكبر سوق مشتركة في العالم لانه هتشمل 55 دولة 55 دولة بمليار بوينتو مليار نسمة فعياني سوق كبير جدا 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 وعشان خطر تخش في حيز التنفيذ زي ما قدت حيك لازم بقى فيه ربط ما بين مثلا الجامعات ومراكز البحثية عشان يبقى فيه استثمار في البحث العلم والتكنولوجي عشان قادر أعمل صناعة يعني لازم بقى فيه توحيد للجهود على جميع المستويات أنا مثلا عندي هنا في إثيوبيا مركز للجلود بيتم تدريب وبناء قدراتك طوال خاص عشان استخدام الجلود اللي موجودة في منطقة الكوميسة انت حقيقة عندك في كل القطاع عندك مواد خام عشان تقدري تعملي لهذه المواد الخام دي تعمليها منتج قوي ومنافس وزوجودة عالية يقدر يتصدر لازم يمر بمراحل كثيرة جدا فعشان خطر تدخل في منطقة الحيز التنفيذ لازم أبعاندي منتج أفريكي قوي يتم منافسة المنتجات العالمية فيه وأيضا يعود بالنفع على جميع المستويات النهاردة مثلا في الخطاب الرئيس عرفتاح السيزي في آخر خطاب قالك لازم بتوفير فرص عمل دي مهمة جدا عشان أقدر أوفر فرص عمل بالنسبة للشباب عشان أقدر أن أنا يبقاش عندي هجرة غير شرعية وداخل البلد لازم أنا أبعاندي الشباب أكثر من 65% من شباب القرار الأفريقية أقل من 25 سنة إزاي أوفر لفرص عمل لازم هناك أيضا حوافز لازم كمان يبقى عندي تمويل عشان كان الشمول المالي مهم جدا بالنسبة للشباب اللي عايز يبتدي المشروعات بتاعته يعني عندي شباب كتير جدا فكار ربي بقى عنده أفكار هل يتم تمويل هذه الأفكار إزاي يقدر يتم تمويلها وإزاي أنه هذه الأفكار تصبح منتج وهذا المنتج يصبح منتج أفريكي قوي يتم الترانسبور بتاعه النقل بتاعه في شبكة طرق وطرق حديثة يتم تصنيعه من خلال طاقة متجددة قوية يتم تسويقه على مستوى الكارة الأفريقية سواء المستوى المحلي أو الكاري أو العالمي عشان كده أيضا لايطن التجارة والاستثمار هي معنية برضو مع الشركاء الدوليين إما يستثمروا في الكارة الأفريقية أو يبقى عندي سوق عالمي قادر أن أنا أصدر له منتج أفريقي قوي دكتور أماني من الملاحظات اللي احنا بنشوفها وإحنا بنتحرك في المطارات الأفريقية بنلاقي كم الجنسيات خصوصا من أسيا بنلاقي من الصين بنلاقي من كوريا الجنوبية مهندسيين وعمال موجودين في مطاراتنا الأفريقية بكسافة وأعتقد حركة شركية نفس الرأي إحنا بيبقى عندنا غيرها ليه ما يكونش فيه أولوية للشركات الوطنية الأفريقية أولوية في المناقصات زي مثلا ما كان فيه أولوية في إنشاء سد ستيجلو جورج ليه شركتين مصريتين على سبيل المثال ليه ما يكونش ده متاح لشركات الجزائرية الغنية السنغالية الجنوب الأفريقية يكون لها الأولوية في إنشاء المشروعات الضخمة وأن بالتالي هتحدث تنمية وتحدث أيضا عمالة وتوفيط فرص عمل للشباب الأفريقي هو ده طبعا الفكر السائد اللي تتحدث في مطالة الاتحاد الأفريقية عايزة ينفزه عشان أنه يقدر ينفزه لازم الشركات الأفريقية تبقى جاية بكل العوامل بتاعتها التمويل جاية بإزاي بتقدر أنها تستثمر ببعندها شركة لمخاطر الاستثمار عشان كده أيضا في شرم الشيخ لما أعلن في التوصيات شرم الشيخ أنه هيبقى فيه شركة لمخاطر الاستثمار وده مهم جدا لأنه أي حد عايز يستثمر في أفريقية يجب أن بقى فيه عندي شركة للتأمين هذه المخاطر في الكوميسة عندنا شركة للتأمين هذه المخاطر بس لازم هناك واعي لدى الكتاع الخاص وكل الكتاع الخاص مش بس الكتاع الخاص اللي هم الشركات العملاقة القبرى لأننا لازم أدي بأيضا فرصة للشركات المتوسطة إذا ما أدينا لهمش فرصة مش يقدروا ينمو وينفزوا التنمية الاقتصادية المطلوبة على مستوى القرى الأفريقية وكيف وصل لحالة الاندماج اللي هو موجود فيها شايفين طبعا تحرك بدون قيود ما بين مواطني شايفين عملة موحدة شايفين ما فيش جمارك ما بين الدول وبعضها هل الاتحاد الأفريقي نقدر نقول أنه ينظر لهذه التجربة خصوصا أنه لما نبص على الاتحاد الأوروبي نلاقي أنه اللي وصلوله ده نوصلوله بسرعة أنه ده أخدهم حوالي 40 سنة هل الاتحاد الأفريقي استفاد من تجربة الاتحاد الأوروبي بحيث نقدر أنه نحقق تفارات أسرع من ذلك بس يكون من غير بريكزيت يعني من غير بريكزيت يعني يعني يتحدوا ويندمجوا بس بدون خروج بعد كسر هو في أي حاجة يجب أن يكون فيه الإيكوسيستم الكامل يعني النظام متكامل على جميع المستويات أولا بالقوانين يعني شفنا مثلا إحنا أيضا في تبني الملفات اللي هي ملف فيلم اللي تم نقشته في الاتحاد الأفريقي كيف يكون هناك يعني قوانين وهذه القوانين تنفس وقاليات لأنه ما يبقاش فيه فساد أو تدفق المال الغير المشروع اللي ممكن يأتي عندك قوانين لازم يبقى فيها تحفيز عندك ممكن يبقى ما يبقاش عندك يبقى فيه تحفيز ما فيش درائب كل الحاجات المحفزات بالنسبة للصناعة مهمة جدا وزي ما قلنا التبويل مهم جدا والبنية التحتية عندك أوروبا كلها كلها ممكن تبشيها كلها بالعربية أو حتى بأي مواصلة مواصلات هتلاقي فيه تكامل كامل جدا في وسائل المواصلات اللي موجودة وده أيضا من ضمن الأشياء اللي الاتحاد الأفريكي بيعمل عليها اللي هو البيداء اللي هو تطوير البنية التحتية بالنسبة للقراء الأفريقي فأنت لو عملت العوامل دي كلها عندك وأيضا يبقى عندك مراكز امتياز زي مثلا إذا عندي أشوف في كل بلد فيه موارد طبيعية وموارد خام الموارد الطبيعية والموارد الخام دي إزاي يتم تصنيحها في داخل هذا البلد ويمتم تصديره عن طريق شبكة تدور والمواصلات في جميع الدول القراء الأفريقية أنا بشكرك طبعا شكرا جزيلا دكتورة أماني عصفور نائب رئيس اللجنة الأفريقية للتجارة والاستثمار ورئيس لجنة التجارة بمجلس أعمال الكماسة يعني كنا سعداء جدا بحضرتك ويعني عمر أنا بشكرك كمان جدا جدا على يعني نحنا تزملنا النهاردة أختي نحن زمانة بس أول بطع الهوى يمكن صحيح صحيح أنا بشكرك بشكرك جدا دكتورة أماني انت شرفتنا ونورتنا وبالتوفيق خير بقدو نشكر حضرتك على البيزنس كارد الجميل ده بالمناسبة الكارت الخاص بدكتورة أماني أوه منتج أفريقي منتج أفريقي فرائع جدا ونموذج يحتزى به للتشجيع تشجيع القار الأفريقية والحفاظ على الهوية شكرا جزيلا شكرا جيكي أنا يعني طبعا عايزة أشكر كل زملائي اللي احنا كنا مع بعض على مدار اليومين من خلال البث المشترك لقنوات سي بي سي دي أم سي أون تي في والحياة زملائي طبعا رامي ردوان كان موجود معانا مبارح على الهوى كان معانا أيضا النهاردة ومبارح سزواء الإبراشي خالد أبو بكر عمر خليل طبعا وأنا كنت معاكم بشكرهم شكرا جزيلا ساعدنا بهذه الزمالة النهاردة ودايما نكون موجودين مع بعض في المناسبات المهمة بشكر كل فريق العمل اللي موجود معانا هنا في إثيوبيا في أديسة بابا واللي أيضا زملائنا اللي كانوا موجودين في مصر علشان البث يتم ويطلع لحضراتكم في أفضل صورة دايما وقمة تاريخية حقيقية وحدث تاريخي يستحق كان نحن نكون موجودين معاكم على الهواء مباشرة شكرا جزيلا بضم طبعا صوتي اللي صوت أختي وزميلتي العزيزة الهام السهلي شكرا كل الزملاء اللي معانا اللي ظهروا على الكاميرا والموجودين خلف الكاميرات هنا في أديسة بابا كلهم وزملائنا اللي في القنوات الأربعة في دي أم سي في سي بي سي في الحياة في أون إي كل الناس الحياة عشان نحاول نقدم لحضراتكم على مدى يومين قيمة إعلامية طليق بالمشاهد المصري الحياة عشان من حقه أنه يعرف إيه اللي بيحصل حاليا في أفريقيا إيه اللي ممكن مصر بتقوم بيه في رئاسة الاتحاد الأفريقي والحياة فيه مكاسب الحياة كثيرة جدا في هذا الإطار ولكن أيضا لازم نشكر سفارتنا وبيت المصريين هنا في أديس أبابا في إثيوبيا بنشكر سعادة السفير أسامة عبدالخالي الحياة وكل طقم السفارة بنسامة حولنا نحن نحتل مبنى السفارة بالكامل وكل الأود وكل المكاتب بفتحاننا حتى علب الشوكولاتة والبوفي كل حاجة اللي حياة خلصنا عليه فيه خلال 48 ساعة دي فإحنا بنشكر سفارتنا شكرا جزيلا وشكر موصول لحضراتكم وإن شاء الله البث المشارك يكون دي بكورة يعني هذه الأعمال اللي طليق إن شاء الله بالمشاهد المصري لكم مننا كل التحية وكل التقدير في نهاية هذا البث المشارك على مدى يومين ونشوفكم على خير في القايرة إن شاء الله